أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صبحكم الله تعالى بكل خير الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله المنزه عن الوالدة والولد الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله عظوما قد رجاه محمد فأناله فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إخوة الإيمان والإسلام يعني لقد تلقينا كثيرا من الرسائل عبر صفحة الفيسبوك ونحو ذلك أو الأسئلة التي تأتي عبر الهاتف ونحو ذلك كثير منها متعلق بالمشاكل الزوجية الزوج مع زوجته والزوجة مع حماتها إلى غير ذلك فأحببنا أن نقدم في هذه الحلقة وهذه الحلقة يعني ما قدمناه من حلقات في مجالس سابقة من الإحسان والصبر وإلى كل الفضاء التي ذكرناها الإنسان إذا تحلى بها وإذا تحلى بما ذكرنا من خلق حسن من الأخلاق الحسنة والإحسان والصبر وحفظ اللسان وطاعة الله ولين الجانب وخفض الجناح والتواضع إلى غير ذلك مما ذكرناه إذا التزمنا بذلك كله فإنه يعطينا نتيجة نحن في حاجة إليها وهي حسن المعاملة بين الزوج وزوجته بين الناس جميعا فلذلك أحببنا أن تكون هذه الحلقة بعنوان أو يكون هذا المجلس كما تعودنا من مجالس الخيرات يكون بعنوان النصائح الذهبية في السعادة الزوجية النصائح الذهبية في السعادة الزوجية أولا يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أيها الأحبة لو تدبرنا لهذه الآية العظيمة وللمعاني المتعلقة بها خلق لكم من أنفسكم وهذا يعود إلى قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام وخلق منها زوجها أي وخلق حواء من آدم عليه السلام فلو تأملنا ونظرنا إلى هذه الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى سكن مودة رحمة فإذا نظرنا إلى كل هذه الآيات بل في آية أخرى الله وصف الأمر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني كل منهما يستر الآخر ويغطيه فينبغي علينا أيها الأحبة أن ننظر إلى هذه الآيات القرآنية إلى هذه التعاليم المحمدية لنأخذ منها العفة والعبرة لنسير على درب على نور وهدى لنسير على درب على نور وهدى ممعنى اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمعك يا شخص يعني لو سيل في شفني وأنا منصلي كده يعني صدفة ولا حاجة عشان إحنا روك يعني مع بعض عادي ولا حروم ولا عادي الصالة نعم لو سيل في شفني يعني وأنا منصلي يعني لأ رجل شافك وأنتي بتصلي سيل فايوة يعني نروك في البيت يعني خجوز طالما ستر العورة لا تبطل الصلاة الصلاة صحيحة متبطلش يعني شيء طالما العورة مستورة لا تبطل الصلاة ماشي شخص آرك الله فيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وفي رواية وفساد كبير فالنبي عليه الصلاة والسلام دلنا قال يعني الإنسان كيف يختار الواحد كيف يختار من تكون زوجته وأما لأولاده وكذلك الزوجة كيف تختار من يكون زوجا لها وسكنا لها يعني تلجأ إليه ونحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا الخطوط العريضة التي ينبغي أن نسير عليها فقال إذا جاءكم من ترضون دينهم فتكلم عن الدين والدين هنا معناه سلامة المعتقد ظاهرا وباطنا فيكون معتقده سليما لماذا؟ لأن كثير من الرجال النساء ونحو ذلك كثير منهم صاروا في هذه الأيام يعني الواحد منهم إذا غضب نراه يسب الله عز وجل أو يسب دين الإسلام العظيم أو يستخف بما عظمه الله أو يستهين بشيء عظمه الله ونحو ذلك فالنبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فالأصل الأول الدين وسنتكلم عنه بعد هذه المداخلة معنا اتصال وعليكم السلام ورحمة الله فضلي يا فندم أنا فضلي يا فندم أيها يا شيخ أنا مجلوزة واحد وعنده اثنين غير يعني أنا الثالثة تمام طيب عاود الاتصال بنا حضرتك فالنبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه فالدين أولا والدين يشمل أي أمر الاعتقاد باطنا فيكون اعتقاده سليم يكون منزها موحدا لله سبحانه وتعالى يعني عنده اعتقاد لا يخالطه أدنى شك أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرض صمد لا شبيه له ولا مثيل خلق السماء ولا يحتاج إليها خلق الأرض ولا يحتاج إليها خلق السماء وجعلها مسكنا للملائكة خلق الأرض وجعلها مسكنا للبشر وغيرهم خلق العرش لا ليجلس عليه ولكن خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته فربنا سبحانه وتعالى يعني لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان لأنه ليس جسما سبحانه وتعالى لا يسكن سماءا لا يسكن أرضا لا يحل مكانا من الأمكنة ليس كالهواء ليس كالهواء منتشر في كل مكان بل ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك الله لا يشبه ما نتخيل وما نتصور سبحانه وتعالى لأنه الإله الخالق العظيم سبحانه وتعالى معنا اتصال ألو ألو السواري وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا حضرتك كان معي مراتي كانت حضرتك أنا قلتني أني أختي أختي معها فرح تمام وأنا قلت لها ما تروحيش فهي راحت يعني غير ما تخذ إذن تمام تمام حضرتك هنا المشكلة وأنا رمت عليها يمين يعني يعني كان يمين طلق معلق ولا آآآ بس غاضب كده كلمة غاضب يعني حضرتك طيب تخذها وتروح إما ضر الإفتاء أو أقرب لبنة فتوى تابعة للأزهر تعرض عليهم المشكلة أنت وهي وتحكي الظروف والملابسات وتحكي كل شيء وإن شاء الله تجد من يفيدك في أمر الطلاق لأن أمر الطلاق ليس أمرا سهلا فالإنسان ينتبه الإنسان عليه أن يحفظ لسانهم شكرا وسنتطرق إلى ذلك إن شاء الله في مسألة الطلاق أمر الطلاق يعني صار كثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر ينبغي أن ننتبه فالنبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلوقه فزوجوه فالأمر الأول سلامة الدين سلامة المعتقد لأن إذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره كل ذلك متعلق بأمر الإيمان فإذا صلح هذا الأمر بالداخل ظهر يعني أثره ظهر على الجوارح الظاهرة فيؤدي ما أمره الله ويجتنب ما نهاه الله عنه سبحانه وتعالى فالإنسان مننا عليه أن يتق الله ومعنى يتق الله يعني يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات إذا جاءكم من ترضون دينه الأساس الثاني الخلق قال وخلقه فزوجوه فالخلق الحسن أمره عظيم الخلق الحسن أمره عظيم جدا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا فقال يعني كما روي عنه في الحديث يعني لا يوجد شيء يعني بعد الإيمان أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني الرجل الذي آمن بالله سبحانه وتعالى وعنده حسن خلق لو كان لا يصوم النهار يعني غير الفرائد يعني لا يتطوع كثيرا ولو كان لا يقوم من الليل يصلي النوافل فهذا بحسن خلقه والآخر الذي يعني ازداد بالنوافل صام النهار وقام الليل الاثنان هذا بحسن خلقه وهذا بكثرة الصلاة والصيام درجتهما واحدة أما المؤمن الذي يعني خلقه حسن ويزداد بالنوافل يقوم الليل يصوم النهار فهذا تكون درجته أعلى تكون درجته أعلى أما إذا كان إنسان يؤدي بعض النوافل كالصلاة والصيام والآخر خلقه حسن مع سلامة الإيمان والمعتقد فالاثنان درجتهما سواء هذا بحسن خلقه وهذا والآخر بكثرة الصلاة والصيام إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم فالواحد منا يحافظ ما أعطي الإنسان شيء أثقل في الميزان أي بعد الإيمان من خلق حسن لذلك قال بعضهم فمحاسن الأخلاق إن جمعت فمحاسن الأخلاق إن حشدت فليست غير سطر في كتاب محمدي فليست غير سطر في كتاب محمدي لذلك سيدنا محمد هو صاحب الأخلاق العليا سيدنا محمد هو صاحب الخلق العظيم صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدنا يا رسول الله هو الذي أخبرنا فقال خيركم خيركم لأهله وقال وأنا خيركم لأهلي أي من خير المسلمين الذي يعامل أهله والأهل هنا المقصوب بها الزوجة أي الذي يعامل زوجته معاملة حسنة معاملة طيبة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائد والمعلم صلوات ربي وتسليماته عليه فرقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان الرسول في أهلي يعني لما يكون في بيته فقالت كان يكون في مهنة أهله كان يكون في خدمة أهله فكان عليه الصلاة والسلام كان يكنس بيته وكان يخصف نعله النعل إذا انقطع هو كان يصلحه بيديه صلى الله عليه وسلم بل كان عليه الصلاة والسلام كان يقوم هو بنفسه ويحلب شاته يعني وحلب الشات ليس بالأمر الصعب بل الواحد يعني الإمرأة تستطيع وهي تتحدث وتتكلم تستطيع أن تحل بشاتها ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكلف زوجاته هذا الأمر ما كان يكلف زوجاته هذا الأمر السهل الخفيف كان هو يقوم بنفسه فالمرأة إذا قامت على خدمة بيتها وقامت على خدمة زوجها وأولادها وخدمة أهل زوجها فهي ينبغي عليها أن تستحضر النية الصالحة ينبغي عليها أن تستحضر النية الصالحة لتثاب على هذا الأمر فإن لها بذلك الأجر العظيم ولها الثواب الجزيل إن هي أحسنت إن هي أحسنت وأخلصت نيتها لله تبارك وتعالى فيكون لها بذلك الأجر والثواب عند الله كذلك الأم إذا خدمت زوجها إذا خدمت أولادها هي ليست خادمة عند أولادها بل هي إذا قامت على خدمتهم فهي تحسن إليهم وهذا الأمر من باب وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته ومسؤوليته هنا تكون بالنفقة والتربية الصالحة وتنشئة الأولاد تنشئة صالحة وتربيتهم تربية صالحة كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا ورد في تفسيرها عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال أي قو أنفسكم وأهليكم نارا أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير علموهم ما يجب علموهم ما ينفع لذلك أيها الأحبة الزوج إذا عرف ما له من حقوق والزوجة إذا عرفت ما لها من حقوق وما عليها من واجبات يعيش كل منهما يعني في هناء وسعادة في هناء وسعادة لذلك الخلق الحسن مهم جدا مهم جدا لماذا؟ لأن الأمر إذا قام بين الزوجين على الأخلاق الحسنة هو يحسن إليها وهي تحسن إليه هو يحسن إليها وهي تحسن إليه هي تطيعه يعني كما ورد في الحديث غير النساء من إذا نظرت إليها سرتك يعني إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها تطيعه فيما لا معصية فيه فيما لا معصية فيه وننتبه أيها الأحبة المرأة نعم تطيع زوجها ولكن تطيعه في طاعة الله عز وجل فإذا أمرها بمعصية الله مثلا كأن أمرها بخلع الحجاب مثلا حتى تذهب إلى حفلة ونحو ذلك لا هذا لا ينبغي أو إذا أردت أن تذهب إلى عرص فأمرها أن تخلع حجابها هنا لا تطيعه لا تقول زوجي أنا أسمع كلامه في هذا لا في هذا لا تسمع كلامه ولا حتى كلام أبيها ولا نحو ذلك لماذا لأن ذلك في معصية الله والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا فقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالشيء الحرم هي لا تطيعه فيه مثلا كما يفعل كثير من الناس خاصة في ليلة رأس السنة ماذا يفعلون بعض الناس والعياذ بالله تعالى يعرضون أنفسهم لسخط الله يعرضون أنفسهم لغضب الله عز وجل فيقولون هذه ليلة في العام ويسهرون بعدهم يشرب الخمر والمخدرات ونحو ذلك ينبغي أيها الأحبة أن لا نعرض أنفسنا لسخط الله ينبغي أن لا نعرض أنفسنا لسخط الله فإنه إذا انتهى عام وجاء عام جديد هي فرصة لك أن تزداد في طاعة الله عز وجل ليست فرصة لأن تعصي الله تبارك وتعالى ننتبه أيها الأحبة بعض الناس في ليلة رأس السنة ماذا يعملون؟ يعملون الحفلات الماجنة ويشربون المحرمات والمخدرات ونحو ذلك والخمور ونحو ذلك فالمرأة إذا مثلا زوجها طلب منها أن تأتي له أراد أن يشرب الخمر فطلب منها أن تأتي بالكاسات ونحو ذلك هي لا تطيعه في مثل هذا لأن ذلك إعانة على المعصية والرضى بالمعصية معصية والإعانة على المعصية معصية فالإنسان ينتبه الواحد ينتبه فكل ذلك كيف يتبين لنا وكيف يظهر لنا يظهر لنا بالعلم فالإنسان إذا تعلم عرف ما له وما عليه عرف ما له من حقوق وعرف ما عليه من واجبات فالزوج عليه أن يتعلم والزوجة كذلك عليها أن تتعلم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير علموهم الصلاة والصيام علموهم ما افترض الله عليهم وما حرم الله عليهم فيعلمون فلما الإنسان يتعلم ما افترض الله عليه فيأتيه ويعلم ما حرم الله عليه فيجتنبه هذا مهم جدا لأن العلم ينير للإنسان الطريق العلم ينير لك الطريق العلم يكون كالميزان الذي يزن لك الأمور فتعلم الحلال فتأتيه وتعلم الحرام فتجتنبه بل كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعني بعضهم قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه عن الخير قال وكنت أسأله عن الشر لماذا قال مخافة أن آتيه حتى يعرف الشر فيجتنبه ولا يقع فيه ولا يقع فيه والعلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال وكما قالوا علم أهل السنة مفتاح الجنة فالواحد منا عليه أن يتعلم وأن يعلم مفترض الله عليه لماذا لأنه كيف يؤدي الواجبات وكيف يجتنب المحرمات أليس الواحد منا يريد أن يكون من المتقين والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات التقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات فالواحد منا عليه أن يتعلم لذلك أيها الأحبة الخلق الحسن مطلوب لأن العلاقة الزوجية قائمة على الإحسان قائمة على الإحسان والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالنساء خيرا فقال استوصوا بالنساء خيرا وقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه إياكم وحق الضعيفين المرأة واليتيم فالواحد منا عليه أن ينتبه الواحد منا عليه أن يحضر فالمرأة إذا أرادت أن تعيش عيشة هنية مع زوجها في سعادة وصرور فقلنا أولا عليها بتقوى الله عز وجل هذا للزوج والزوجة كل منهما يتق الله كل منهما يتق الله في الآخر يتق الله عز وجل والواحد منا عليه أن يزن أقواله وأفعاله دائما بميزان الشر الواحد منا عليه أن يتق الله ويزن أقواله وأفعاله بميزان الشر والواحد منا عليه أن يصاحب الأخيار كذلك المرأة عليها أن تصاحب الأخيار صاحب الأخيار اللواتي ينصحنك ولا يداهنك لا من إذا يعني بعض النساء إذا أدرت ظهرك يعني تتكلم في حقك تغتابك وتنشغل بغيبتك وتفرح إذا عرفت بخلاف بينك وبين زوجك تفرح بذلك بل تفرح بتلاقيك من زوجك والعياذ بالله تعالى فالواحد منا عليه أن يختار يعني لذلك قالوا صحبة الأخيار يعني ترفع إلى المعالي والرقي صحبة الأخيار ترفعك إلى المعالي والرقي هذا للزوج والزوجة فكل منهما عليه بتقوى الله وحسن الخلق لماذا؟ لأنهما أساس السعادة تقوى الله وحسن الخلق فهما أساس السعادة ونذكر دائما قول الإمام الشافعي رضي الله عنه من حسن ظنه طاب عيشه من حسن ظنه طاب عيشه لو نظن أيها الأحبة كثير من المشاكل الدائرة بين الزوجين في هذه الأيام قائمة على سوء الظن سوء الظن إما من الزوج وسوء الظن إما من الزوجة سوء الظن إما من الزوج وسوء الظن إما من الزوجة بل نجد أن بعضهم والعياذ بالله تعالى يعني كما تأتينا الرسائل ونحو ذلك هذا ماذا يعمل؟ نرى بعضهم يعمل صفحات مثلا على الفيسبوك ونحو ذلك يعمل صفحة وهمية باسم رجل أو باسم امرأة ونحو ذلك ثم يدخل إلى زوجته ويحاول أن يجرها في الكلام حتى يمسك عليها بعض العبارات وبعض الأشياء يستدرجها لبعض الأمور هذا لا ينبغي علينا أن نتق الله عز وجل وبعض الناس ماذا يفعلنا؟ يعني يضع بعض النساء تضع بعض المسجلات لزوجها في بيتها أو بعضهم من كثرة مشاهدة الأفلام وما يحصل فيها الأمر ليس هكذا أيها الأحبة يعني ديننا نأخذ يعني تعاليمنا عاداتنا تقاليدنا نأخذها من شريعتنا لا من الأفلام والمسلسلات التي خربت كثيرا من البيوت الإعلام له دور كبير كثير من المسلسلات كانت سببا في خراب البيوت كانت سببا في حصول أمور بين الزوج والزوجة مما لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها ولا يحبها رسول الله ولا يرضاها صلى الله عليه وسلم فعاداتنا نحن نستقيها من الشرع الشريف قائمة يعني عادات السادات سادات العادات هذه هي التي ينبغي أن نسير عليها هذه العادات عادات الصالحين عادات الأولياء عادات الكرماء عادات أهل الفضل هذه التي ينبغي أن نسير عليها عادات ساداتنا الأنبياء عادات السادات سادات العادات لا أن نتبع هذا أو ذاك لا ينبغي أن نحضر ينبغي أن ننتبه فكثيرا من المشاكل التي تقوم بين الزوجين يعني لو وجدنا الأمر فيها راجع إلى بعض المسلسلات والأفلام مما يذكر فيها ومما ينشر فيها نجد أن الأمر صار بين كثير من الرجال والنساء بين الأزواج والزوجات صار الأمر قائما على التجسس وتتبع العورات هذا لا ينبغي الأمر ليس هكذا لا ينبغي أن يكون الأمر قائم على تتبع العورات وعلى التجسس الله نهان عن ذلك قال ولا تجسسوا ولا تجسسوا والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من سطر عورة أخيه المسلم سطره الله وفي رواية كان كمن أحيا موؤودة من قبرها يعني البنت التي كانت توأد في التراب وهي حية فالذي يستر مسلما الذي يستر عورة أخيه المسلم هذا الله يستره في الدنيا والآخرة والله يزيح عن وجهه النار أي معناه لا يدخل النار فالواحد منا عليه أن يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا نقول للزوجة اتهمي نفسك وخالفيها وقدمي رأيه على رأيك يعني المعاملة بين الزوجين لا تكون بالند كثير من الأزواج والزوجات المعاملة بينهم صارت بالندية أنا وأنت لا الأمر ليس هكذا الأمر ليس هكذا كل منا إذا عرف ما له وما عليه فالأمر يكون سهلا الأمر يكون هينا الأمر يكون سلسا فكل منا عليه أن يتق الله عز وجل عليك ذلك أيضا علينا أن نظن الخير ببعضنا ولا نسيء الظن ببعضنا وكذلك المرأة عليها أن تستر عورة زوجها وكذلك الرجل عليه أن يستر عورة زوجته ولا يفضح أمرهم بين الناس لماذا؟ لأن المرأة إذا فعلت ذلك تكبر بنظر زوجها تكبر بنظر زوجها وإلا إذا فضحت عورته بين الناس وفضحت أمره بين الناس فإنها تصير منقوتة بنظره وستر العورات كما كنا له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى كذلك من الأمور التي ينبغي أن تنتبه لها الزوجة ألا تكثر الصراخ في بيته وأمام أهله وجيرانه كثير من النساء يعني إذا نظرت دائما تصرخ دائما بالصوت المرتفع دائما بالصوت العالي لا علينا يعني مرة امرأة لما أوصت ابنتها يعني ماذا قالت لها؟ قالت يعني عامليه كأنك في حضرة ملك كأنك في حضرة رئيس كأنك في حضرة مسؤول عامليه إذا كان أمامك شخص مسؤول ذا هيبا ذا منصب ونحمل ذلك أنت كيف تعامليه؟ هل ترفع صوتك عليه؟ لا الأمر ليس هكذا فعامليه كأنك في حضرة ملك هكذا أوصى بعض الصالحين إحدى مريداته قال لها عامليه كأنك في حضرة ملك من الملوك وإذا عاملت زوجها بهذا الأمر إذا عاملت زوجها بهذا الأمر هو كذلك يعني يحلم عليها يصبر عليها يعاملها معاملة أحسن من التي تعامله هي بها فلا تكثر الصراخ في بيته وأمام أهله وجيرانه بل المرأة عليها أن تعالج الأمور بالحكمة والصبر فالصراخ يوطر أجواء البيت وينفر الزوجة من زوجته وينفر الزوجة من زوجته كذلك أيضا أيها الأحبة من الأمور التي تغضب الزوجة والتي هي محرمة في الشرع ينبغي عليها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ينبغي عليها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه أن يأذن لها ليس مثلا إن قال لها لا أحب أن تذهب إلى هذا المكان والأصعب والأندى من ذلك أن بعض النساء بعضهن تسمع زوجها يعلق الطلاق على فعل شيء يقول لها لو ذهبت إلى هذا المكان فتكونين طالق أو إن خرجت من البيت الآن تكونين طالق فالمرأة ماذا تعمل؟ تعمل بالمعاندة والعياذ بالله تعالى وتفعل الشيء الذي هو علق الطلاق عليه هذا الطلاق يسمى في الشرع طلاقا معلقا فإذا حصل الأمر المعلق عليه يقع الطلاق ينبغي أن ننتبه ولا نسمع إلى كلام بعض الناس يعني ممن يظهرن وتزيون بزي أهل العلم بعضهم يقول أن الطلاق الشفى ولا يقع ونحو ذلك ينبغي أن ننتبه أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهن قال الطلاق والنكاح والرجعة ذكر أن الطلاق الطلاق هذا ليس أمرا سهلا جده جد وهزله جد يعني بعض الناس لو قال السلام كنت بهزر السلام كنت بتحك معاها الأمر ليس هكذا والغضب أيها الأحبة ليس عذرا في كل الأحيان الغضب ليس عذرا في كل الأحيان فعلينا أن ننتبه علينا أن ننتبه وعلينا أن ننتبه ممن نأخذ الفتوى وممن نأخذ العلم العلم يؤخذ من الثقات العارفين العلم يؤخذ بالتلقي من الثقات العارفين بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الدين ليس فكرة يفتكرها العبد نشاءه وخطر على باله يفتكره فينبغي علينا أن ننتبه ونعرف من نستفتي ومن من نأخذ العلم ومعنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا لو صباح كافيا خانا معاي جونزي يعني من يوم دخلت علي كأني مش موجودة معا في الدين يعني كأني مش جاعدة معا فأي حاجة يعني تحتل أقول له أي حاجة يزعل ويحربني وما يكلمني شيء من فعالت والله يقول لي 27 سنة متجوزة يا شيخ بس أنا فعالت عامليا معا يعني لحد دلوق بس أنا زي أي حاجة في البيت يعني زي أي حاجة موجودة في البيت ما ليخلق أعدا خالص أنت أصبري عليه وعامليه بالحسنة إن هو أساء إليك أحسني أنت إليه وهذا ثوابه أعظم أنا كويسة يعني مش محصة والله الحمد لله يعني هذا هذا شيء أنت أحمدين عليه فأنت أغلبيه أغلبيه بحسن الخلق أغلبيه بالصبر عليه بالصبر على إذائه كابرة والله كابرة والله وأخلص إلياتك لله أخلص إليك بالليل أنا أحلي من إليك بالليل أدعيله بالهداية والصلاح إن شاء الله شكرا رارك الله فيك المرأة التي زوجها يسيء إليها هي تغلبه بحسن خلق تصبر عليه يعني تغلبه بحسن خلقها بالإحسان إليه وكذلك الزوجة التي تسيء إلى زوجها كذلك هو يغلبها بحسن خلق بالصبر عليها بمراعاة أحوالها ونحو ذلك فينبغي أيها الأحبة كما ذكرنا أنه علينا أن ننتبه علينا أن نعرف ممن نأخذ ديننا وكذلك الفتوى ليس أي إنسان أهل للفتوى ليس أي إنسان أهلا للفتوى فالإنسان ينبغي أن يحظر ينبغي أن ينتبه ينبغي أن ينتبه جيدا وأن يحظر جيدا فعلم الدين ليس فكرة يفتكرها الشخص إنما هناك أسس ومقاومات هناك أمور تأخذ منها الأحكام الشرعية هناك ضوابط وقواعد ليس لأي أحد أن يقول أنا أجتهد المجتهد له ضوابطه المجتهد له شروطه له الشروط والضوابط التي ينبغي أن تتوفر فيه حتى نقول عنه إنه مجتهد ليس الأمر هكذا فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحذر وأمر الطلاق هذا الأمر يعني ينبغي الحذر منه ينبغي الانتباه منه ينبغي الانتباه له كثير من الناس صار هذا الأمر على ألسنتهم يعني وكأنه شربت ماء لا ينبغي أن ننتبه ينبغي أن نحذر لماذا؟ لأن حتى لا تعيش بين يعني تعيش مع زوجتك في الحرام وأنت لا تدري ينبغي أن نحذر أيها الأحبة ينبغي أن نحذر فعلينا أن ننتبه فكذلك قلنا كذلك من النصائح التي ينبغي أن نوجهها لكل من الزوج والزوجة وخطابنا موجه خاصة للزوجة لأنها الأساس في البيت ولأن الأمر يقوم عليها ولأنها تتحمل وتصبر فدائما ننصحها بمثل هذه النصائح وكذلك النصائح موجهة للزوج فقلنا لا تخرج من بيته إلا بإذنه لا تخرج من بيته إلا بإذنه والأخطر إن علق الطلاق على فعل شيء كخروجها أو ذهابها إلى مكان معين فينبغي عليها أن لا تفعل هذا الأمر حتى لا يقع الطلاق حتى لا يقع الطلاق ينبغي أن ننتبه كذلك إذا الزوج مثلا هو لا يحب كذلك لا تدخل بيته من لا يحب دخوله إليه لا تدخل بيته من لا يحب دخوله إليه مثلا لأن بعض الأشياء التي ورضتنا مثلا إمرأة خطيب ابنتها فيأتي مثلا إلى البيت والزوج غير موجود وتبقى هي معه الأم تبقى مع هذا الشاب ينبغي أن نحضر أيها الأحبة ينبغي أن ننتبه ينبغي أن نحضر وأن ننتبه ينبغي أن تكون هناك ضوابط شرعية نلتزم بها هناك ضوابط شرعية نلتزم بها أو مثلا أن يأتي الخطيب إلى خطيبته فيتركونهم معا في غرفة واحدة بل الأم أو الأب يغلق عليهم الباب احذر أخي احذري أختاه ينبغي أن ننتبه ينبغي أن نحذر لماذا؟ لأن كثير من المصائب تحصل من وراء ذلك كثير من المصائب تحصل من وراء ذلك بل صار الأمر عند كثير من الناس صارت الخطبة وكأنها زواج صارت الخطبة وكأنها زواج لا هناك ضوابط شرعية ينبغي أن نلتزم بها ينبغي أن نعرفها حتى لا نتعدى هذه الحدود فيقع الأمر على رأسنا ثم نندم بعد ذلك أشد الندم ونقول يا ريت ويا ليت لا ينبغي أن نحذر ينبغي أن ننتبه نعرف الضوابط والقواعد كذلك أختاه عليك أن تقنعي بالقليل من الرزق وهذه مهمة جدا لماذا؟ لأنه خاصة في مثل هذه الأيام يعني هذه الأيام حيث انتشار الكورونا ونحو ذلك وأحيانا بسبب بعض الإجراءات فبعض الناس لا يجد العمل ونحو ذلك فالإنسان المرأة في مثل هذا عليها أن تقنع بالقليل من الرزق وأصلا صفة عباد الله الصالحين المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لسيدنا معاذ قال له يا معاذ إياك والتنعم فإن عباد الله أي الصالحين ليسوا بالمتنعمين ليسوا بالمتنعمين فالواحد منا إذا دخل بيته فوجد شيئا من الطعام فليحمد الله على ذلك فليحمد الله على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من عاداته ومن صفاته صلوات ربي وتسليماته عليه أنه إذا دخل إلى بيته فكان يسألهم هل يوجد عندكم طعام فإن كان يوجد طعام فيقدموه له صلى الله عليه وسلم فإن أحبه أكله وإن لم ترغبه نفسه لا يتكلم لا يقيم الدنيا ولا يقعدها لا بل كان يعرض عنه ولا يقول شيئا صلى الله عليه وسلم فعلينا أيها الأحبة أن نتمثل بصفات النبي وأن نتمثل بعادات النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسير على نهجه وأن نسير على دربه ففي ذلك الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة فعلينا أن نقنع بالقليل من الرزق وأن نحمد الله على ما نحن فيه من النعم يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومعنا اتصال ممكن توطي التلفزيون بس شوي عشان تسمعنا كويس بقول لك يا شيخ أنا متجوز نعم بس والدتي طبعا كان فيه شك مشاكل بينها وبينها أبويا وبتاع كده وتفاصل عن بعض وانا عندي شهر أطول في جنب الشمال كده وما تطفش يعني والدتي هي اللي كده تطفش يعني ويه تطفشت وقد تطفش يعني تجيب ضع ملابس وتعالى وكنت وطرش معها يعني يعني عندي ثلاثين سنة لوقتين كده يا جوزتني كان بتسيب البيت وتطلع يعني آه كنا بنطفش أنا وهي يعني بيع ونشتر دوم وتعالى ومعا تات بنات أخوات وقوزناهم الحمد لله آه أصدق بتطفش يعني بتطلعوا بتطلعوا تبيعوا وتشتروا مش متلو بتطلعوا البيت آآ 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 آيوة آآآ لانا قالت لك لازم أجوزك أنت التن والتي لحنا تراحوا جاني وطايا حاجب لها من المصريف وسالة في ذا الولي قالت لي الرزق من الرزق يا ربنا اللي رزق بإخواتك يا جزقك أنت بمارة تقول نعم ربنا بدانو نواسعوا وربنا قبتك جوزت الحمد لله الحمد لله يا رب كل ما أتكلم مثلا مرتي تمشي عن دهلها مثلا تقعد تحكي لهم ايه تقول لهم الولئة بتعمل فيها الولئة بتعمل في سوي فيها والدتي أنا مش شايفها أنا عادها عدتها في البيت يعني أنا مش شايفها هي بتعمل حاجة هي تقبها مثلا الطبيقة تقبها الحاجة بتاعتنا وتسلمها هي فيتها والتي صار تقعد تحكي لهم كيه بماشي صح ماشي ما هو ده يا أستاذ هو ده اللي بنتكلم عليه اللي هو ينبغي أن يكون الأمر قائما على الإحسان وحسن الخلق لذلك كل واحد مننا إذا كان عنده حسن خلق فلا يكذب بل يكون صادقا يتحمل يصبر جتي ربنا كلامني قلت لأ كده كان معي أخ تاني قعد معي في البيت متجوز قلت لأ البيت دايا عليها وابتاع ممكن ربنا يكرمني بغافرة لأحاجة في مصر وربنا رزقنا بغافرة ونفس حلوة ومشيت يعني دي الحمد لله وربنا رزقني والحمد لله كل ما مرت مثلا تكلم أهلها يقعد يدعى لولدتي ويقعد يدعى على أخواتي البنات أنا أنا ما بنزلش الله فين وفين أنا بالمنزل الفيوم قل لهم فليتقوا الله عز وجل مش عايف أعمل لها يعني هم كل ما يفز والدتها مثلا أمها ما جدتهاش لسه قضانة لده وقتي والدته والدته أمها ليش هتموت والدته يا والدتي أي والدتي مثلا بتمشيين تقول لي أعمل لك كذا مثلا النهار دا أعمل لك كذا كذا أتقول لك لا أعمل لما سيطر عليه يعني بالمشي والمي خلاص حاضر إن شاء الله نوقع رسالة حاضر شكرا دا يا أخوانا لسا بنتكلم عليه إذا إحنا نظرنا إلى أمر الشرعي إلى لذلك نبي قال إذا جاءكم من ترضونا دينه وخلقه سواء من الزوج أو من الزوجة الدين والخلق الدين والخلق الخلق الحسن لأن بالخلق الحسن الخلق الحسن يعمر الديار ويبعد الأشرار الخلق الحسن يعمر الديار ويبعد الأشرار وكذلك المرأة عليها ألا تفضي بسر زوجها إلى أحد في الخارج يعني مثلا هي في بيتها في حياتها ينبغي عليها ألا تخرج ما هو في داخل غرفة نومها وما هو في داخل بيتها تخرجه إلى الخارج حتى ولو كان لأبيها وأمها بل هذه الأم عليها أن تتق الله عز وجل الأم التي تأتي إليها ابنتها وتذكر لها ما يحصل في بيتها ونحو ذلك ليس بقصد نصيحة أحيانا البن تأتي إلى الأم تستنصحها فالأم هنا تنصحها تبين لها يعني تعلمها كيف تحافظ على بيتها وعلى أهلها وزوجها ولكن لا يعني لا تقويها على زوجها ولا تقويها على أهل زوجها أم زوجك كأمك أم زوجك كأمك أحسني إليها واصبر عليها وتحمليها لله سبحانه وتعالى وكذلك الحماد فلتنظر إلى زوجة ابنها على أنها ابنتها على أنها بنت لها كيف تعامل بنتها فلتعاملها بذلك والأم أم والزوجة زوجها معنا اتصال آخر ألو 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 وعليكم السلام ورحمة الله أنا مولانا جورجي جيد كده بقول لي ما ترغيش أي مقام وهو بين في الشغل جيد كده ما فيش حد يعني وراي يجيب لي الحاجة دي أو دي فنع يعني بطلع من غير ما بكون شكاية أم أم أنت عرف أنت عرفيه قولي له أنه في حاجات ضرورية زي مثلا أنه أجيب خضار أجيب كذا بحتاج أن أنا أطلع عشان أجيبها وما فيش أي حد تاني يجيبهم لي فأنا لابد أن أنا أطلع عشان أجيب الحاجة دي وإلا جبها لي أنت قبل ما تمشي أنت بالحسنة وبالصبر اتعاملوا مع بعض بالحسنة وبالصبر يعني عرفيه قولي له أنه مثلا الحاجة دي ما طلعتش يجيبتها ما فيش حد تاني يجيبها لي لأنه ما عنديش ولد ولا غيره عشان أبعاته يجيب لي الحاجة دي فدايما أنت بالراحة إن شاء الله الأمور تسير إلى الأحسن إن شاء الله شكرا فأيها الأحبة علينا بحسن الخلق فكما كنا حسن الخلق يعمر الديارة ويبعد الأشرار وكذلك الزوجة نقول لك كف أذاك عن زوجك وأحسني إليه وتحملي أذاه واصبر معه في الشدة والضيق تعظمين في نظره ويزيد حبه لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم كوني عونا له في أوقات الشدة ولا تكون حملا ثقيلا عليه هوني عليه الأحمال ولا تزيديها إياك أن تعتبر ما يخالف هواكي مما يفعله زوجك مما هو جائز في الشرع ولا عيب فيه معادة لك فتنكد عيشه لأجل ذلك معانا اتصال وعليكم السلام ورحمة الله ممكن بس تقفلي التلفزيون واسمعينا من التلفون ثانية واحدة أي يا شيخ نعم تفضلي أنا عايزة أقول لك إنه بيفضل الناس كلها علينا تفضل الناس كلها علي أنا وعياني وعلى أي حاجة كل حاجة والحمد لله أنا ماشي معادي ما يفضل لها الحمد لله بس هو عندي يجيب لحاجة للناس الثانية يجيب لكل مجاز الثاني وما أطلق منه أنا ما فيش مش عارف فعال معادي طيب هو يعني أليس يكفيكم النفقة وما تحتاجون إليه من طعام وشراب وكسبة ونحو ذلك هو يجيب يجيب الطعام ويجيب الشراب ويجيب كل حاجة لكن مثلا العيال ما يكسينهمش إلا من العيد لبعيد مثلا يبقى معه فلوس أني فضلها يديها لأي حد تاني مش محتاج وبيته محتاج طيب أغلب وقته بره بره البيت هو يجيب فضل الصبح وبعدين ما نشوفهوش إلا 12 واحدة بالمال سبحان الله حاضر خلاص الموجه رسالة كمان معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيفك فضيل الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا تحية من لبنان للشعب المصر أهلا وسهلا ومرحبا يعني بيقوله البعض قد يقول معالم مصر هو الهرب والنيل والسيدة الطاهرة العفيفة الشريفة السيدة نفيسة الحسنية رضي الله عنها وعرضاه رضي الله عنها وعرضاه شيخنا الكريم أنا بتمنى عليك بس لو بتعملنا حلقة برنامج عن علام مصر مثل السيدة نفيسة مثل الإمام الشافعي يعني تحكيننا عن الكبار اللي استوطنوا بمصر مثل سيدنا يوسف يعني برنامجك بده مش حلقة بالأسبوع بده أكتر من حلقة بالأسبوع حاضر إن شاء الله الله يبارك فيك وفيك آمين ويكرمك يا شيخنا الكريم يعني زي ما بتقوله تكرم عينك إن شاء الله الله يكرمك أنا حارف زوركم بالمصر إن شاء الله أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا بارك الله فيك إن شاء الله نفعل وعليكم السلام وإن طمط الله يعني هي لا تكفي حلقة واحدة إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة فعلينا أيها الأحبة حسن الخلق أمره عظيم المرأة عليها أن تصبر عليها أن تصبر مع وقتها مع زوجها في وقت الشدائل والأزمات إذا قل نعيمها إذا قل النعيم التي كانت فيه فعليها أن تتذكر الآخرة وأن تعين زوجها على ما هو فيه حتى نسعد في حياتنا وحتى ينصرح الحال إلى أحسن حال وإن شاء الله تعالى نكمل بقية النصائح في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى فانتظرونا وفي ناس كثير سألون أن التردد تغير التردد فإن شاء الله أتلاء التردد موجود إن شاء الله تعالى فعلشان تنزلوا التردد الجديد بإذن الله وبرك الله فيكم ونلقاكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته